اعزائي طلبات طلبات الصف الثاني الاعدادي اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مادة العلوم اليوم موعدنا مع مراجع نهائية على الفصل الدراسي الاول ان شاء الله تستفيدوا معينا هنبتدي مع بعض باول مجموعة من الاسئلة وهيبقى معينا سؤال اكمل صحها العالم نقاط الاوزانة الزرية لبعض العناصر التي كانت تقدرها غير صحيح تمام مندليف اتنين رتب العالم مندليف العناصر حسب نقاط بينما رتبها العالم موزلي حسب بالضبط كده هنقول مندليف حسب اوزانها الزرية اما موزلي حسب اعدادها الزرية رقم ثلاثة العنصر الذي يقع في الدورة الثالثة والمجموعة الثالثة في الجدول الدوري يكون عدد الزري 13 يبدأ ظهور العناصر الانتقالية في الدورة الرابع تقع اقوى الفلزات في المجموعة بالضبط الاولى ايه كما تقع اقوى اللافل الزات في المجموعة السبعة ايه يلا جاهز ورقة والقلم معي وحل معي السؤال اللي جاي حدد مواضع العناصر الانتقالية في الجدول الدوري الحديث وعايز ما كانه فين في الجدول الدوري يبقى انا عندي ارجون اي ار 18 بالضبط كده اول حاجة هنعملها التوزيع الالكتروني اتنين تمانية تمانية وبالتالي هنقدر نستنتج ان هو في الجروب اللي هو زيرو جروب والدورة الثالثة لانه عندي تلات مستويات طاقة طيب هيبقى اتنين خمسة وبالتالي المجموعة الخمسة ايه والدورة الثانية هليوم اتنين توزيع الالكترونية دوب هو اتنين وبالتالي هو جروب زيرو جروب عنده مستوى واحد يبقى الاولى طبعا ليه هو في الزيرو جروب زي ما انتم عارفين لانه هو عنصر خامل ما ننساش النقطة دي ما النتائج المترتبة على واحد دراسة موزلي لخواص الاشعة السينية بالتأكيد لانه اكتشف ان دورية العناصر ترتبط باعدادها الزرية وليس باوزانها الزرية كما كان يعتقد مندليف رقم اتنين وجود فرق في السليبية الكهربية بين زراتي الهايدروجين والاكسوجين في جزيء الماء انه هو الفرق ده اعلى من الفرق في السليبية الكهربية بين النايتروجين والهايدروجين في جزيء النشادر NH3 بالزبط كده انه قدى الى جعلة كبية جزيء الماء اقوى من كبية جزيء النشادر رتب العناصر التالية تنازليا حسب قوة خواصها الفلسدية عندنا MG12 وعندي K19 وN11 وبالتالي هيكون الترتيب بتاعها هنرتب على اساس ايه اول حاجة ان انا عندي MG اول حاجة بتعملها بتعمل توزيع الكتروني 282 و2881 و2881 مين مع بعض في نفس الدورة بالزبط كده هيبقى الماغنسيوم والسوديوم مين تحتيهم هيبقى البوتاسيوم يبقى انا هاخد الاقوى في الخاصية الفلسدية هيكون مين بالتأكيد هيكون البوتاسيوم تمام طيب والاقوى اللي هيكون اللي فوقيه هيكون مين ممتاز هيكون السوديوم يبقى اخد بوتاسيوم سوديوم وبعدين هياخد الماغنسيوم اذكر مثلا واحدا لكل من اكسيد قاعدي بالتأكيد هيكون المثال بتاعنا اكسيد الماغنسيوم كمثال مركب تساهم كودبي زي الماء علل لمعياتي لا تطفق حرائق السوديم بالماء بالضبط كده لأنه بيتفاعل مع الماء بشدة ويتصاعد غاز الهايدروجين الذي يشتعل بفرقاء رقم اتنين يعتبر السيزيوم أنشط في الزيت الأقلاء لأنه أكبر الفرزيت من حيث برافو الحجم الزر فيفقد إلكترون تكافؤه بسهولة بكده نكون خلصنا المجموعة الأولى من الأسئلة تعالوا نتنقل على المجموعة التانية هنبتدي برضو مع بعض بسؤال أكمل رقم واحد توجد بين جذيئات الماء روابط نقط هيدروجيني بينما توجد بين زرات وروابط تساهمية بين الجذيئات هيدروجينية وبين الزرات بالتأكيد ستكون تساهمية رقم اتنين الرابطة المسؤولة عن شذوص خواص الماء هي الهايدروجينية ثلاثة عند تحليل الماء كهربيا تكون النسبة بين حجمية غاز الأكسجين المتصاعد إلى غاز الهايدروجين هي واحد إلى اثنين على الترتيب بالضبط كأننا نعرف أن الأكسجين نصف حجم الهايدروجين في جذيئ الماء رقم أربعة تسبب التلوث نقط للماء في إصابة المزارعين بالبلهارسيا برافو بالتأكيد التلوث البيولوجي خمسة ينشأ عن استخدام الماء في تبريد المفعالات نوية تلوث حراري طيب تعالوا ندرس الشكل المقابل ونجاوب على الأسئلة الآتية الشكل المقابل لينا أكيد كلكم عرفتوه اسمه جهاز بولتامتر هوفمن يستخدم في إيه في التحليل الكهرابي للماء رقم اثنين أكتب المعادلة أكيد هتكون 2H2O بيكون الناتج عندي 2H2O2 ثالث جزئية ما اسم الغاز المتصاعد عند المصعد بالتأكيد هيكون غاز الأكسجين أربعة ما حجم الغاز الذي يشتعل بفرقعة إذا كان حجم الغاز الآخر 6 سنتيمتر مكعب طبعا هو بيسألني عن حجم الغاز بشتعل بفرقعة أكيد هيقصد من تمام الهايدروجين طيب هو كده مديني من الأكسجين والهايدروجين ضعفه يبقى 2 في 6 بـ 12 سنتيمتر مكعب ثالثا ما النتائج المترتبة على رقم واحد تغزيم مياه الصمور في زجاجات بلاستيكية يتسبب ذلك في زيادة بالضبط كده معدلات الإصابة بمرض السرطان لأنها بتتفاعل مع غاز الكلور المستخدم في تعقيم الماء رقم اثنين وجودة زقباك بتركيزات مرتفعة في مياه الشرب لأن ببساطة شرب المياه بتحتوي على تركيزات مرتفعة من الزقبك يؤدي إلى فقدان البصر بكده نكون خلصنا المجموعة الثانية من الأسئلة نبتدي مع بعض المجموعة الثالثة خليكم معين أول سؤال أكمل ما يلي رقم واحد الضغط الجوي المعتاد يعادل نقط ميلي بار بالضبط كده ألف وثلاثة وخمسة وعشرين من مية ميلي بار رقم اثنين تحترق الشهر في طبقة نقط من الغلاف الجوي للأرض بالضبط كده في طبقة الميزوسفير تحلق الطائرات في جزء السفلي من طبقة نقط أستراطسفير طبقة نقط تحتوي على 99% من بخار ماء الهواء الجوي بالضبط طبقة أتروبوسفير كمان تقاس درجة سمك طبقة الأزوم بوحدة جزء ينتج من اتحاد زرة عنصر مع جزء من نفس العنصر هو جزء غاز الأزون من ملوثات طبقة الأزون مركبات الكلورو فلورو كربون الهالونات وكمان أكسيد النيتروجي الأشعة تحت حمراء زيتا أثر حراري علل وجود طبقة الأزوم في طبقة ستراطسفير لأن طبقة ستراطسفير هي أول طبقة من طبقات الغلاف الجوي تحتوي على كمية مناسبة من غياز الأكسجن وتقابل الأشعة فوق البنفسجية الصادرة من الشمس رقم 2 علل يقل الضغط الجوي بالارتفاع عن سطح البحر لنقص ارتفاع عمود الهواء من تلك النقطة حتى نهاية الغلاف الجوي وبالتالي وزنه رقم 3 الجزء السفلي من الستراطسفير مناسب لتحليق الطائرات ببساطة لأنه خيلي من الغيوم والإضطرابات الجوية وحرقة الهواء فيه بالضبط كده أفقي يلا الورق والقلم معي عشان نحل المسألة دي إذا كانت درجة الحرارة عند سفح جبل 13 درجة مئوية فإحسب درجة الحرارة عند قمته إذا كان ارتفاعه 2 كيلو متر مقدار الانخفاض في درجة الحرارة بيساوي الارتفاع في 6.5 صح كده؟ تمام هل أنا عندي الارتفاع 2 كيلو متر وفي 6.5 يبقى 13 بالتالي كده أقدر أحسب درجة الحرارة عند قمة الجبل بتساوي درجة الحرارة عند السفح ناقص مقدار الانخفاض وبالتالي هتكون 13 ناقص 13 بتساوي 0 درجة مئوية ودلوقتي انتهينا من المجموعة الثالثة ونبدأ مع بعض المجموعة الرابعة من الأسئلة هنبتدي مع بعض بسؤال أكمل أكمل العبارات الآتية تكونات الأخشاب المتحجرة نتيجة إحلال نقط محل الخشب جزء بجزء بالتأكيد إحلال مادة السيليكا رقم 2 نسخة تبقى الأصل تفاصيل الخارجية لهيكل كائن حي قديم تعرف بإسم الطابع توجد حفريات كاملة لكائنات محفوظة فيه الكهرمان أو الجليد خدوا بقلكو دي أو دي من أهم عوامل الإنكراد في العصر الحديث تمام؟ الصيد الجائر والتلوث البي من الطيور المهددة بالإنكراد بالضبط كده النصر الأصلة تعتبر محمية نقط أو المحمية يتم إنشاؤها في مصر بالضبط كده محمية رأس محمد من الكائنات الحية المنقردة قديما نقط ونقط الديناصورات والماموس السؤال اللي بعده استخرج الكلمة غير المناسبة في كل مجموعة ثم اعطي عنواناً يربط بقية الكلمات رقم واحد طائرة دودو الكواجا النصر الأصلة أكيد هنا الكلمة الشازدة تكون النصر الأصلة ما يربط بقية الكلمات هي جميعها كائنات منقردة حديثة رقم اتنين البنداء الخرطيت طائرة دودو النصر الأصلة أكيد الكلمة الشازدة هنا طائر الدودو ما يربط بقية الكلمات بالتأكيد تكون إن جميعها كائنات مهددة بالإنكراد معانا آخر سؤال في حلقتنا النهاردة سؤال علل يتأثر النظام البيئي استحراوي عند غياب أحد الأنواع الموجودة فيه بالضبط كده لعدم موجود البديل الذي يعوض غيابه ويقوم بدوره في النظام البيئي رقم اتنين تعتبر الأخشاب المتحجرة من الحفريات بالرغم أنها تشبه الصخور لأنها تدل على تفاصيل حياة نبات قديم إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا اليوم أتمنى تكونوا استفدتم معينا في المراجعة شكرا جدا لحسن متابعتكم كان معكم نيرميل نادي استشاري تنمية مهنية مستمرة بالوزارة شكرا لكم اشتركوا في القناة